تصفيف خيوط الطعمة تركيب المنسج وصولاً إلى صناعة هذه الزربية خيطاً بخيطة هي أنامل المرأة الغرداوية المبدعة المحافظة على هذا الموروث الأصيلة هي وراثة من أمي كانت أميات تنسج لهذه الزربة هي اللي علمتني الزربة من كنت طفلة صغيرة تعلمت ناسج كأنا كأخواتيتي أنا هذه الخدمة نبقيها من كنت طفلة صغيرة نبقيها ومن يشبق لنا ومنها باش بناتنا يشوفوا بني رانا ما زال شدين هذه الحرفة ونعلموا بناتنا من يشبقين هذه الحرفة تروح الزربية ما بعناهاش بليتودات هذه الدولة شاركنا بها في الجائزة الوطنية أحسن منتوج وطني وصلتنا 300 ألف دينار يعني 30 مليون وكانت هذه الزربية حاجة تحفى يعني بعد الإنتاج يأتي التسويق أي نظرنا محل السيد مولاي حميد بسوق غردايا العتيق هنا تباع الزراب بمختلف أنواعها من النيلة إلى العظمة إلى بني يزقا أما الزراب العتيق التي عمرها يتجاوز الخمسون سنة هي الأغلى ثمانا أما الزربية يقدروا كان يبيع واحدة بخمسة عشر مليون ستعشر مليون بلاك تلحق له واحدة عشرين مليون سح تكون زربية ذات تاريخ ما هي زربية عادية وخلاص لأن زربية عندها قيمة قيمة كبيرة هناك أهل الزربية نعرف قيمة الزربية هذا هو الأوكاين أهل الزربية اللي حقيقة أنه يدفع في الزربية الزرابي كاين عدة نوع الزرابي عندنا مثال كما هذه النيلة متسمى بالنيلة معروفة في المنطقة عندها خصوصية كاين هذا الموتيف نيلة أفك ديموتيف ما نلقوش فيها هذه البوند تقريبا خدمتها أسهل من هذه الزربية موروث اجتماعي وثقافي صنف من التراث المادي للمنطقة صورة لنوع من الفنون التي تتقنها النساء وتعكس بها عمق هوية المجتمع